الحمد لله الذي خلق للعباد دارين دار عمل واكتساب ودار جزاء وثواب فدار العمل والاكتساب هي الحياة الدنيا جعلها الله عبورا للعباد ومزرعة يحصدون ما زرعوا فيها يوم يقوم الأشهاد وحينئذ يتبين ربح التجارة من الكساد وعما دار الجزاء والثواب فهي الدار الآخرة والحياة الباقية إما في جنة وإما في نار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله العزة والاقتدار وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آنع الليل والنهار وصلم تسليما كثيرا أما بعد إباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ما لأجله خلقتم وماذا تسيرون إليه إذا أنتم ميتم فكروا في هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها تجدوها غرورا وباطلا ولهوا ولعبا ولحزات تمر سريعا وتمدي جميعا قيصوا ما يستقبل منها بما مدى واعتبروا يا أولي الأبصار إباد الله إن ابتجاهات الناس وأعراضهم وأغراضهم مختلفة فمنهم من يريد المال ويسأل تحسيله ولو بالترك المحرمة ومنهم من يريد الجاه والرئاسة والعلو على الخلق ومنهم من يريد السيطرة على الناس بحق أو بغير حق ومنهم من يريد الله وبالأذان والألأب فيصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى غير ذلك من أغراض الدنيوية يقول الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون إخوة الأحبة إن المؤمن بالله حقا يبتعد عن المعاسي كما يبتعد عن النار فإذا زل مرة من المرات اضطربت أعصابه وجعل قلبه يخفق وعصابه ندم عظيم وكلما تذكر تلك الحفوة احمر وجهه خجلا وهاجت عليه أحزانه وتذكر إسياله لسيده ومولاه ولا يزال يستغفر حتى يفارق الدنيا ولا يزال يستغفر حتى يفارق الدنيا قال تعالى والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هذا هو المعروف عن المؤمن ولا يعرف سواه في أهل الإيمان لأنهم يدركون تماما أنهم إذا أصوا خالقهم ورازقهم أنهم سيندمون ويعاقبون إن لم يتوبوا إلى مولاهم هذا ما كان عليه الصلف الصالح ومن تبعهم إباد الله الكرام انظروا ما عليه أكثر الناس اليوم في هذا الأصر المظلم من الجرعة الانتحاك محارم الله يتمثل أمامك حالهم بحالة كوم لا يؤمنون بثواب ولا إقاب تراهم قد عداءوا الصلاة وعصروا الانتكاب المعاسي والذنوب كبارها وصغارها تراهم يطاردون النساء يشربون الخمر كشرب الماء علنا ويغشون في معاملاتهم تراهم أمام الملاهي والمنكرات ليلا ونهارا تراهم يوالون عداء الله ويعظمونهم تراهم لم يقتفوا بالمعاسي في بلادهم بل يذهبون إلى البلاد الأخرى إلى أماكن الحسق والفجور والحرية وينفقون فيها الأموال الطائلة فيما يغذب الله الذي أغنى وأقنى ولكن ليعلم هؤلاء الفسقة أن الله لا يغفل عن أعمالهم السيئة وصوف تشهد عليهم بها الأرض والسماوات قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلاً أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تبك عليهم لا هذه ولا هذه يوم يتجرؤون كعص الممات ويشهد بها عليهم الملكات كانت الحصنات وكانت الصيئات ويشهد بها عليهم الحفظة الذين يتعاقبون على حفظ على حبزهم تعاقب الحراس ويشهد بها عليهم جوارههم التي باشرت فعل المعاسي يقول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وعيديهم وعرجلهم بما كانوا يعملون وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقصبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يقصبون وقال عيداً ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم صمعهم وعبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ويشهد بذلك كتب أعمالهم التي كل ما فعلوا فيها مقتوب حتى إذا رأوها يوم القيامة وبدى لهم ما لم يكن لهم في حساب فزعوا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حادرا ولا يظلم ربك أحدا إباد الله الكرام كل هؤلاء يشهدون على الآصين بالمعاصي فيسجلون عليهم ما قدمت أيديهم وليس لذلك نتيجة إن لم يتوبوا إلا غدب الرب عليهم وإذا كان العمر حكذا فلماذا يفره الأسات ومن ورائهم جهنم التي لا تبقي ولا تذر التي ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة الصفر وكيف يلذ الأيش من كان موقنا بأن الملايا بكتة ستعاجله وكيف يلذ الأيش منه ما كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إباد الله الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هديث أبي صعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر الذي راه الدار القطن وغيره إن الله تعالى فرد فرائد فلا تديعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتحكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحصوا عنها إباد الله إنه لم يطلب منكم أن تتركوا الدنيا تماما فإن هذا شيء لا يمكنكم وإنما يطلب منكم أن تعتدلوا في طلبها فتطلبوها بالثواب والتوازن والاعتدال على وجه مباهي لا يصدكم عن ذكر الله وطاعته فتقوموا بطاعة الله وتسأوا في طلب رزق الله على ما أمر الله به صدق في المعاملة وعداء للأمانة ونص للخلق وإخلاص للخالق وبذلك تدركون الدنيا والآخرة قال الله تعالى من أمل صالحا من ذكر أو أنصى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجذينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله تعالى النجاة في الدنيا والآخرة وأن يوثقنا للأعمال المؤخلة لدار الخلق إنه قريب مجيب للدعوات دكاً غوديا تاباتا جاء الله مقدو كتنسر وان ديرائد دموزوا وان نيني نجمع آييني نشاه حقلو غوة الرجب hijرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده غمكة زوا مدينة دبو ده غري حقلو ده أربعين ده بيو ده وان ده يزو ده ده أشرين ده شدا غوة بيو شكرة تدبو بيو ده أشرين ده ملادي حقلو بمعاياو ذاتي مغانا نيغم انبي يزوليو وكحب orphan وان نجمع teng promoc Bagua وان هذه ال Greta وان ده نجمع آييني نجمع تباتا جاء الله مقدو كتنسر وان ده هالي تا질 عظي سيدا وصل الشد تطلب وяли روح اعتذرا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 أنت تقول ممنون مثل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ولكن لا يزال العبادة من نبس هم يوم عطاقة فعلا لهم يأتي من زمان هم يوم عطاقة إذا كانت نظرتك في مدينة لذلك تتكلم لأنه يتكون just أفضل وكما هم تزال هذا يؤدي ذلك هم يوديون ساهل ثم من أفضل منه فصله وهما يحدث وماذا كان سماواتك وداعا يوغر على الله ألوانك سماواتك سماواتك أواتك سماواتك سماواتك على سبيلتك سماواتك سماواتك وللوانك إلهعك لذلك هناك أفستاذ تجهده أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر